يعني كنا نلعب حلو قوي بس كانش بقى دي طلعت لسه اسمها الباجر دي الباجر دي بس فجيت بقى هنا النظر الاهلي بقى يعني ميزت النظر الاهلي ان انا استفدت منه في حاجات كتير جدا دخلت كيان شيك قوي ناس محترمة قوي ناس جنيلة قوي نظام لا نظام بقى لك وطخلع ملابس كان بقى لعما عنا فيها مائمية من توتو وصالح سليم ولمجموعة دي كلها اه اه يعني احنا كنا بتقل نخش هم تتمرنوا احنا نخش وراهم نقل عم نتغيرت المجموعة دي كلها بايس توتو بقى مرة توتو بالمناسبة ويعني تعافك اللعيم جامد جدا يا سلام كابتن توتو ده راح مطلع ليه بعدين مجوش بحبه انت كان اهلي زمان البلاس تسعين دي كان نجيب فينا جوان نبقى بكسرينهم اه يمينة كنجل بتاعنا كان نجيل جامد او كان فيه شاحتة وريضة والمجموعة دي لانا ما اكلنا في الطائر الوقت هنخش على طائر اه فالمهم للطائرة جيت هنا الاهلي لعبته وانا متخم القاتل مسلحة وبعين قلت لازم هروح اسمع علي عادت دي في النادي الاهلي عادت في النادي مش قال لي متاعت اربع سنين اربع سنين على القلب اه وصحات الحمد يعمل الكاردية بتاع الغد الوقت في الزمان او عضو عامل في النادي عضو عامل طبعا اه اه اب اخري مرة دخلت فينا النادي الاهلي امتا والله انا بنتي طبعا عملت اولادية كلهم implement ما في النادي الاهلي طبعا فمروى بنتي يعني قلتلي يا بابا أنا كنت في النادي الأهلي لأسبوع اللي فات قلتلي غريبة أنت بتروح الجزيرة قلتلي لا رحت النادي الأهلي والله يا بابا عجبني او جميل وآكل حلو جدا لا لا حاجة جميلة الخطيب عام الشغل عالي او مجرس آه قلتلي حاجة حلوة جدا يا بابا واتبسطت جدا حلو فتيجي مرة نروح يا بابا قلتلي او يا ريت يا حبيبتي مرة بس لسه ما رحنش لغضي الوقت أنا خافي وقفونا ما تدخلين لا لا إنما بتحن للنادي الأهلي في بعض الأهلي أما مصطفى أنت طالب جامعة بلك أنت وما عندكش إمكانيات أنا كنت معجر شقة حلوة في العجوزة في زمالة كان ابن عامي بس فلكن أنت ما كانش السخنات طلعت فتيجي استحمى بعد اللعب آه طبعا بتقعد مع ناس جميلة بتاكل أكل حلوة بتشرب مجتمع مجتمع تالي طبع وكانش زحمة أوي آوي آه طبعا طبعا فلا بحنله طبعا تحن إن أنا أحضر يعني طيب أنت بعد ما بطلت بطلت رجعت اسماعيلة لابت كرة طايرة تاني ولا ما لابتش؟ آه رجعت لابت شوية صغيرة بقى بس كنت خلاص تبقى خلاص بقى عايز أتجاوز واحد طيب أنت قلتلي مرحلة الطفولة بتاعتك كم فيها دلع؟ آه آخر العنقود آخر العنقود آه شبا من الإخوات كلها والوالد والمرات الأرض يعني قولك ربنا حاطتلي يعني كارزمة الناس بتحبيني معرفش ليه آه ده فضل من ربنا آه يعني عند ربنا يعني آه يعني كنت طفل مدلل آه آه سنك كم سنة؟ شوفها بالصفة هقولك بقى الحاجات اللي أنا هقولها المشابر بيسمعوها آه أنا كان عندي حاجة بسميها daydreams أحلام اليقظة آه كنت مجنون بقى قامشي في شارع سمالية أحلام وانت صاحي ما بقامشي في الشارع آه يعني متخيل كل حاجة آه لا يعني أنا عايزة بأي عايزة بعضمك الشعب لأ لأ خليها وزير كده التفكير ده العالي ده ده تفكيرك كمي آه آه والله بقى صدقني يعني أنا كتبتها في مقالاتي آه طب ما بقى وزير طب ما بقى فيهم يوم رئيس وزارة لأ أنا هبقى مزيح في التلفزيون آه أنا والإزاعة والتلفزيون أنا راجل شكل كويس أو في الإزاعة يعني كل ده كان موجود عندي خد بالك كان في الخيال كل ده عندي خيال آه كله فشل يعني رحت الإزاعة طبعا تخان عربي باللغة العربية غير دلوقتي تتخش بالوصف طبعا خش بالتحان عرب فكرة السكرائمية كان موضوع إنش اكتب موكب للرئيس عبد الناصر آه فأنا بقى هجاصت بقى والموكب يسير والملائكة تطل عليه من السماء بتحب الشعر؟ بتحب الشعر؟ بتحب الشعر؟ آه أنا 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 بقى أحب الفن يا موصف جنون آه أنا متزوق فنون فضيعة ودلقبت بيانه في البيت كان عندنا بيانه ولقبت كمان جا في المدرسة والحكات دي كلها لك أنا متزوق فن واحساس بالجمال تزوق الجمال درسه بقى في الجمال طيب أول ما تعينت في شركة النقل اسماعيلية كان سنك كم سنة تقريباً يا دكتور؟ أنا بقولك أنا جيت نائب تلاتين سنة نائب أقول مجل الشعب آه تلاتين سنة آه وكان عندي لا يعني حوالي قبل تلاتين بحطتين كتا انت شايف إن المركز زوت أو المنصب اللي هو رئيس مجلس دارة شركة بحجم اسماعيلية النقل اسماعيلية شايف كان بالنسبالك أنت كنت يعني حطه في الاعتبار ولا هو جيه فيه بالصدفة وفيه نجاحات أو فيه مثلا نصودة أنا أي 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 أشوف يعني أنا أيامية جالي تعينات مدرس وكنت برفض الكلام ده فترة دي كان شركة استثمارية بدأت تطلع حمصر دي كانت شركة استثمارية نعم فكان عثمان بي يعني بيسام فيها وكده ما كنتش عارفه قوي عثمان بي عرفته على كبر يعني فالله عمنا ما تيجي الشركة دي مش عارفة نعم وغيبت اتنين طاقتها من الصحابي ومسكنا الشركة يعني ما هي بقى القصة هتعصل بعد جدا بقى يعني جوم في الفترة دي بقى له هتبقى محافظ يعني ما عافش قدر أنعله عدت أدي إيه رئيس مجلس الدارة الشركة؟ عدت لا ستة سبع سنين تقليل ستة سبع سنين فديتك في إيه حكاية رئيس مجلس الدارة في الشركة؟ فديتني إن أنا إن أنا كان مساهمين الكبار فيهم السعودين الشيخ كمال أدهم والناس الكبارة كلها طبعا وكان معانا في الشركة عدوا مجلس الدارة الله يرحمه محمد نصير طبعا لأنه كان مساهم في الشركة فأنا اتعرفت على ناس كتيرة وبعدين بدأت أسافر بره كتير واخدت بالك إنت المرتب كان كويس العربية مارسيديس فأنت انجوينج لايف يعني نعم استمتعت بالحياة يعني صحيحة الغات ما تنقل في نقلة تانية بعد كده بقى اسألنا أقولها ولا ما أقولها طيب العقبة إيه اللي قبلتك من ترئيس مجلس الدارة وتغلبت عليها وقلت لا دي أنا هكامل فيها ودي كاملت نجاحك في المنصب لا هو ما كانش فيه عقبات خالص غير إنك إنت طبعا السوقين كانوا متعبين جدا الحاجات بقى الحاجات المهنية دي بقى موسيستكس اللي تحت دي بقى كانت مشكلة طبعا وبعدين كان لسيس مار بقى مسكنها ناس برضو مش هما فكت بصطدم بيهم يعني ده كان مجال جديد بالنسبة لك إن أنت دخلت حاجة لا بس أنا بحطها تحت يعني إدارة نعم طيب أنا معي واحد برضو حبيبك قوي لإن أنا معي حبيبك كتير قوي معي هنا في تقرير وهو كان فكهة كرة مصرية شكرا شكرا